في كنيسة نطخ دامدغوان تجمع الأحد كاثوليك ومسلمون أمام صورة للكاهن هامل رسمت بريشة شاب مسلم للاستماع إلى كلمة ألقاها قصة الكنيسة وشدد فيها على أن الأخوة لا تزال قائمة بين الديانتين فتاة مسلمة حضرة القداس أجابت بعد سؤالها عن رأيها في حضور المسلمين القداس قائلة نعبد نفس الإله هذا بيت من بيوت الله رئيس مسجد مدينة سانتتين دوريفيري سيد محمد كارابيلا قال نريد أن تكون دماء الأب هامل التي سالت هي ما سيوحدنا معا وسيزيد من مبادئ الأخوة والمساوات على الصعيد السياسي كتب رئيس الوزراء منو الفالس في مقالة نشرتها صحيفة الجورنال دي ديمانش قائلا إن كان الإسلام وجد مكانته في الجمهورية فهناك إذن حاجة ماسة لبناء ميثاق حقيقي مع هذه الديانة ترجمة نانسي قنقر